اشتركوا في القناة والأستاذ الدكتور عبدوهاب الرامي ربما الاسم ديله سابق صورة ديله علاش لأنه عنده طلبة وتلميذة والناس اللي ربهم إعلامياً واتصالاتياً كثر ويكونوا من أنشط المتتبعين للحلقة هذه ولكن إلى جانب ذلك الدكتور عبدوهاب الرامي كاتب أديب روائي شاعر ملحن ومؤدي بإحساس وبعذوبة نخليه الجانب الفني اللي ورقيق نخليه باش ندير ختام إن شاء الله لحلقات بلمسة طريقة وعدوبة بصمة فنية من الأستاذ عبدوهاب الرامي ولكن بدأوا بالبدايات مرحبا بك بعدها الدكتور عبدوهاب الرامي بالضرب إضافة ببرنامج شكراً جزيلاً سيد أعتيق في هذا الفضاء الباذيخ الله يحفظك الذي يفتح الشهية طبعاً للحديث ونحن في مقاوة سنتحدث أكيد بسلاسة وبعفوية إن شاء الله أولاً الإسم اللي كان اسمي عبدوهاب سيئي أنا تختار فبالي مسافر زادوه الخيال أعرف سيئاً؟ طبعاً بهذه المناسبة فيما يرترك بإسمي أنا أنا علش تسميت عبدوهاب نعم ممكن نقول هذا المستملاحة بلاياتاً أنه في الأول كان سيسموني إسماعيل فتم اتفاق على كلم تم تزاوي دي سيد إسماعيل لا أنا من الجديدة أولاد غالم قبيلة تسمى لزيق ترك الوالدية على البحر نعم فقالوا سيسميه اسماعيل متاهوة من تماما من نفس المنطقة سمحل فقالوا سيسميه اسماعيل الوالد من كان لا عجبته شهاد اسماعيل قال دابا كيف شهاد اسماعيل تخلييني راه الراديو الإدعاء الوطني آنا داك تقولوا لأني تذكر الأسماء تذكر الأسماء دي العظام لأس لهم عندهم وزن داخل المجتمع فأنا غضي مشي نفتح الراديو وأول اسم يتقال إما في الأخبار أو خارج الأخبار هو اللي غادي نتقال سمي بهوالدي بها الطريقة بها الطريقة فمشى أفتح الراديو وهذه الساعة في ستينيات فأول اسم تقال سادتي وسادتي نقدم لكم أغنية مانا إلا بشر للموسيقار عبدوهاب دكالي فاقتانس هذا الاسم دي عبدوهاب هو اللي سماني به وبالفعل أنا دكالي عبدوهاب دكالي لا أغنيات مانا إلا بشر بالطبع يعني في ذلك ميلاد أغنية وميلاد دكتور تماما يقري أجيال وأجيال وغيرتصر العلم مشي غير في المغرب تماما علاقتك بالداربدة السعب علاقتك بالداربدة مشي كبيرة بزاف ولكن علاقتك بالداربدة علاقة العلمية معرفية مرتبطة بالتكوين لأنه أنا أكون طلبة لدينا دروسهم للمعاهد الحرة خاصة بالدار البيضاء كونتوا باستمرار فيها على هذا المستوى وساهمت في تكوين هيئات تحرير كتير جداً في الدار البيضاء بل أنشأت معاسي البريني جريدات الأحداث المغربية في صيغتها الأولى طبعاً في صيغتها الأولى هذه بغتنقل عندها بالنسبة لي كأحد كأحدى المنصات اللي كانت غتغامر بإحداث واحد جريدة غير حزبية لأن كل جرائد أو أغلبهم كانت حزبية وتقرأ بعين وبزاوية وبرؤية حزبية السهد المغامرة اللي كانت مغامرة كانوا لم تكن ترهنوا على النجاح في المبيعات بعد شكل أنا سؤالي وش ممكن قسموا جوج أحداث قبل واحد المرحلة أو أحداث بعد واحد المرحلة وش أنت رأي الأحداث المغربية في شكلها الحالي أو توجهها الحالي طبعاً خط تحرير يختلف هناك خطان تحريريان مختلفان لماذا؟ لأنه أولاً أحداث المغربية في صيغتها الأولى جاءت كبديل لصحافة الحزبية وكانت أول جريبة للصحافة اليومية المستقلة مستقلة بين مزوج معنى خاصة كانت من القطاع الخاص أنا لم أكن من المساهمين أنا كنت من المساهمين الأساسين على مستوى تنشئة تحريرية وعلى مستوى تركيز قواعد التحرير المرتبطة بهذه المؤسسة فأنا ذاك جاءت وكانت رهانات المرتبطة بالعمل الإعلامي هو تكسير كثير من الطابوهات خاصة الطابوهات الاجتماعية فجريدة لحضارة المغربية تأسست على هذا ثم ثانيا تأسست على التوظيف لماذا تكسير الطابوهات يعني شنو الرسالة لأن كان المجتمع في نظركم كان محافظ جدا وكان مساحة الحرية أو حرية الاختيار كانت ضيقة شنو الأسباب لماذا تكسير تماما لأن الصحافة الحزبية حينما كانت تمارس كانت تمارس بقاعدة كذلك بأدبيات حزبية مرتبطة بالنضال وبذلك فكانت ترسم النفسية حدودا لا تتجاوزها ولكن لماذا كذلك لأن هذه الصحافة لم تكن عندها إلمام بالأجناس الكبرى أو بمنظومة الأجناس التي من خلالها يمكن أن نتعامل مع مواضيع حساسة لكن بمهنية هناك كانت مفارقة فجدخلت الأحداث المغربية فتم التعامل مع كثير من المواضيع التي تتباهل بأنها طابوهات داخل المجتمع طيف المواضيع المجتمع التي كانت تمثم إلى دائرة الطابوهات كبيرة جدا وربما حتى علاقة الرجل وزوجته كانت من الطابوهات لا تفرد لا تفسط على صفحة الجرائي جاءت أحداث المغربية اخترقت هذا المجال هذا أول ثانيا هي كانت على المستوى كذلك الطابوهات الاجتماعية سياسية عفوان قسرت كثير من الطابوهات الاجتماعية وكانت تخوض خاصة في بعض الأحيان عن طريق افتتاحية التي كان يكتبوها السيلبريني تخوض في عناصر مهمة داخل المجتمع هو كذلك قضايا مصيرية من سبيل المجتمع سياسيا بنوع من الحزبية لأننا نقول خط تحرير خط تحرير مفترض أن يكون مستقلا في الجرائد التي تؤمن بالمهنية لذلك لا توجد صحفة حزبية في الغرب انتهى عاد صحفة الحزبية كيف في التحال السوريتي سابقا سابقا ولكن علاش لأن يقول لك هناك صيغة التنافل يمكنني أن نكون مناضي الحزبي لأنهم تكون عندك جريدة حزبية ره وجه للنضاء الحزبي برش كي تأخذ الانتخابات برش تطلع إلى سدات الحكومة برش تطلع البرلمان برش تطلع الحكومة من خلال هذه الجريدة فهي أداة التواصلية كيفاش يمكن لها تكون في نفس الآن أداة التواصل والتواصل هو يعني بيع والتسويق صورة المؤسسة والحزب وفي نفس الآن تتقوم بالإعلام المجرد لما يسوق اللي دي التزيم بالحقيقة فلذلك الصعفة الحزبية انتهت كأساسي داخل المجتمع وكألسينة للأحزاب كألسينة للأحزاب وكانت تكتفها لسان حزب كذا فمن اللي جاءت الأحداث المغربية قصرت هذه القاعدة فعندنا هنا شيئان أساسيا هو تكسير الطابوهات السياسية في حدود معينة مرسومة ترسمها الجريدة داخل خطوة تحريرها ولكن تكسير كذلك الطابوهات المجتمعية ولكن يجب أن نعرف على المستوى التواصل وعلى المستوى كذلك المهنة حينما نكسر الطابوهات المجتمعية فنحن نشرع في تكسير الطابوهات السياسية هذا الأمر الذي لا نتبه إليه قد نبدأ بتكسير الطابوهات السياسية عن طريق بعدها اختراق ركن الاجتماعي لنبين كثير من الأشياء وكان عرفه بأن كثير من الأشياء المجتمعية في العمق لا تحكمها السياسة لذلك فلا نستهين بالأمر حين من قرة جريدة أحداث المغربية كسرت كثير من الطابوهات المجتمعية وهي تفعل ذلك تكسير كذلك جزء من الطابوهات السياسية نعم حاليا في أخطر الذي نعيش على المستوى السياسي الداخلي ارتباطا بالأحداث السياسية العالمية تدريب أن الجريدة مستقلة واش بقى صالحا للتداول أم كل صحف كل منابر مهما كانت تسمية ديها والتوجوهات ديها والاستقلال ديها والتي بشكل من الأشكال تتبع واحد الخطم معين بدليل أن أحداث غزاء خلت المنابر اللي كانت معروفة بالحية ديها وبالرمز ديها الحرية التعبير والموضوع هي هل جربت الحادث المغربية اليوم جنات التمار التي تبنيتوا على أساس التوجودي لكم وتأسيس ديكم لا هو واحد التطور وليس نقول بحال ندخل المغرب في واحد المنظومة التي تشبه تماما ما يصبح بالنموذج الليبرال لإعلام مالك المؤسسة ومفترض أن تكون هيئة التحرير مستقلة عن مالك المؤسسة هذا في النموذج الليبرالي ثم هيئة التحرير يكون رئيس تحرير في الوسط يكون لوبوس أو الباترون مالك الوسيلة الإعلامية وقد يكون من خارج الإعلام نقول إنه تاجر في أمريكا من خارج ولكن يكون لدينا في الوسط الرئيس التحرير الذي هو ضامن أخلاقية المهنة نقول أخلاقية المهنة على رأسها الحقيقة البحث عن الحقيقة وكشف الحقيقة ونشرها لن تجعلها عندكم كتضربها في المقاهي والصالونات ولا تشيعها تقراب واحد الزاوية معينة ولا تشيعها في دائرة لا يجب أن تنشر على الملأ هذا شيء واقع هذا حنتسأل الأساسي السعاتيق هو واشن الجرائد أو المنابر الإعلامية عندها خط تحريري واضح غيرها هذا المسألة متروحة أنا كنشوف أكثر الجرائد اللي هي الجرائد الإلكترونية اللي معروفة اليوم وأنا قمت في تكوين غير مؤخرا الجريدة ربما دون أن أسميها ومدير الجريدة اللي هو في نفس الآن صحفي هو نفس قال يجب أن نعيد التفكير في خط تحرير من الآن على التصورات اللي كنا داولنا فيها وخط تحرير قائم من حد خمسات العناصر من نحت الشخصية دي الجريدة واش أنت بغيتها جريدة دي الشباب واش بغيتها جريدة بمعطف آنيق واش بغيتها جريدة بمعطف يدل على الرصانة واش بغيتها إلى آخرين ولا بدون معطف كذلك يعني ماش نقول تلتحف العراء ماشي تلتحف العراء صحيح لا يوتو ساهم في العرين الجمال نعم تمام تمام ولكن رئيس تحرير هو ضامن الجانب التحرير الثقافي ولي ربح إلى حدير من بالسماع صاحب المقاومة طبعا هذا هو التفاوض اللي بناتهم يومي في أمريكا التفاوض نقول المساومة رأى المالك الجريدة يعني بالتوازونات المالية الكبرى ورئيس تحرير يعني بالصناعة الثقافية داخل الجريدة فكيف بناتهم تفاوض لأنه أحيانا المالك الجريدة تكون عنده بشهار من مؤسسة كبيرة جدا لذلك بسياريس كوميرسيال ما غير غير يقول هادي هادي فرصة أنه الجريدة لأنه اللهم ما تستمر ولا تموت فيتيكون واحد التعامل معين بحيث أنه ما نحاولش نخرق أخلاقية المهنة يعني لا ننحازل هذه المؤسسة بالكامل مثل مثلا وقعت في شي ورطة خاصة أنك تكتبوا عليها ولك اللي يكتبون عليها لا تحبس لك فلذلك رأى أحيانا أن الصحفين تشتغلوا في ظروف صعبة جدا لا يدركوها الجمهور أو الإكرهات فالصحفي الجيد والمؤسسة الجيدة هي التي تستطيع أن تتجنب العثارات وبكل عثارة تنسموه أحنايا فعلى مستوى العلمي هنا حل المعضلات الأخلاقية أو مثل ما بالقرار صناعة القرار الأخلاقي إلا ما كانش عندك فرصة لصناعة قرار أخلاقي جيد رأى الجاري ذاتها تسقط في خرق كبير ويومي الكثير من المسائل وأنبه بهذه المناسبة أنه حين متكلم عن أخلاقية المهنة ليس بالشيء اليسير حين أخلاقية المهنة تقابلها منظومة حقوق الإنسان وكل الخرق على مستوى أخلاقية المهنة يستتبعه لزاما دايما خرق على مستوى حق من حقوق الإنسان سألنا على حقوق الفردية أو الفئوية الجماعية أو الحقوق الكونية أو التضامنية فكل فهذه المسألة مهمة جدا مع الأسف الشديد أخلاقية المهنة فيها جواني كثيرة جدا مثلا حينما نستعمل اللون نحن عدنا عنوان ونجد فيه لون لنبرز كلمة ما بحل الأحمر مثلا بحل الأحمر في عنوان بحل أبرزنا هذه الكلمة كيف أعطينا العنوان أكثر من حجمه ربما لكن كلمة فيها الطرفان متناقضان أو متناحران أو بينهما أو يتنفسان على المستوى سياسي إذا أبرزنا واحد بالأحمر واحد خليناها بالأسود ضمن المنظومة كلها اللي بالأسود سيكون ديجا فيه خرق أخلاقي فطارد بأنه على مستوى الدقائق أخلاقية المهنة بحلقة الماء الذي ينسرم في كل تجاهات إلا إذا ما صببناه في قارعة الطريق أو في كده إذن حاليا هنا في المغرب مثلا تجربة المنابر الصحفي المستقلة سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية واش تستوفي بما ينبغي استفاءه على المستوى الموضوعي وعلى المستوى الحقيقة أنا عموما كقراءة نقدي المشهد المشهد الصحفي المكتوب إلكتروني أنه عموما هناك بعض المنابر لي على الأقل فيها مستوى معين من المهنية والأخلاقية وما أساسيا ديما نقول من الذي دخلت من فرنسا وقد ندرس في المعدالي على المتصال أنه الصحفة كالطائر يطير بجناحين المهنية وأخلاقية المهنة طبعا إذا سقط أحدهما سقط الطائر وقاع الطائر لا يمكن أبدا نقدر أنا مهني جيد ولكن أوظف مهنيتي لشيء سيء وقد عرف المقولة واضع القانون هم أول خارقية معنا يسهل خارقين معارفين الثغارات المرتبة طبيعية فكذلك وشهدنا هدف في تغطية وسائل الألام لحرب الخليج وظهرت أحد اللفظة تسمى تسمى معنا أنه القائمون بالاتصال داخل الجيش الأمريكي هم الذين يوجهون الصحافة في الميدان تأخذون زاوية تذكر هم أحيانا تكون معهم داخل الدبابة لذلك تسمى إمبادد معها في نس الفراش ذائب فيهم فهذا القادية في اعتباري يعني عمو من اللي بغين نحكم على الصحافة المغربية من نقول أنها سيئة بالكامل ولكن اليوم دخلنا في واحد لعبة كبيرة جدا هي لعبة خلط الأوراق علاش لأنها مبقاش صحفي الوحيد حتما يكون الصحفي الوحيد صحفة وحدها قبل ما يظهر أصوات أخرى عن مسؤول الإنترنت كلما يسمى بجمهور السلطة الخامسة يعني سلطة الجمهور والشبكة التواصل الاجتماعي هذه السلطة الخامسة بعد السلطة الرابعة تسمى السلطة الخامسة لأنها هي السلطة التي يجب الآن أن تراقب أداء وسائل الإعلام وتتحكم بالموت أو بالحياة قبل لم تكن هذا الأمر وكان عرفوا قديما أو تقليديا كانت الكلمة يأخذ الكلمة داخل المجتمع كانوا كلمة حاضرة كانوا جوج كانوا في القديم امتداد في تاريخ طويل جدا السلطة والعالم عندهم الكلمة والاخرين لم يتم المجاب بالعكس الكلمة الماثمية السلطة والعالم نفسهم متفقين على الكلمة لإدارة المجتمع هذا شيء عادي جدا العالم يعني العالم الديني العالم يقول العالم ديني العالم الديني تكون مرتبط بالخطة السلطة أو أو وأحياناً كيفما تنقوله الآن بحالة تكون هو ميشيل كوتش ولكن تكون هو رجل التواصل دي السلطان هذا قديماً عفون وكان في قاع المجتمعات بهذه الشكلة وبقالت من بعض ظهرت الصحافة ولا ظهرت صوت آخر داخل المجتمع لذلك تسمى السلطة طبعاً هو في مقارنتها بالصورة الأخرى الثلاث ولكن دارت كذلك السلطة كسلطة يعني اسمع الصوت إذا أخذينا الأمر كل من هات زاويداً من يسمعوا صوته داخل المجتمع جاءت الصحافة دارت هذا الدور من بعد جاء الجمهور دار هذا الدور عن مستوى شبكات انترنت معنى أن الصوت الصحافة تغطى غلبوا المتلقين غلباته السلطة السلطة للجمهور ليس غلباته على مستوى التصورات وعلى مستوى المهنية وعلى مستوى الأداء الجيد ولكن تغطى لأن صوتها كبير وخا هو صوت مجعجع دون طحن ولكن الكترة بحيث الآن أصبحت الصحافة يجب أن تبدو لمجهوداً كبيراً جداً كذلك تحدث عن الصحافة بالمعنى المعروف وعلى كذلك الدولة أن تبدو لمجهوداً لماذا؟ لأنه إذا غير صوتها الصحافة الجادة في مقابل أقول نعيق بعض الأصوات عن مستوى الشبكة العنكبوتية ستكون كاريتاً كاريتاً عظمى أعلمكم السلام وكم سيدي أهلاً ونسان كيدرين بخير سيديكم بخير الله يبركم مسيدي شكراً أشرب قهيوة لأتين أشكر واحد ده قهيوة هنا تكون خفيفة لأجزك بكويس لمالينا شكراً لذلك ما نقولش أن الصحافة مبقاش عندها مستوى معين لا أنا تظن على مسؤول مهنية تطورت الصحافة المغربية كيفما كانت كل منابر رفجت أنا من ألف في الثمانينيات كانت كثير من المنابر الإعلامية بخير شكراً شكراً كانت كثير من المنابر الإعلامية ما تعرفوش حتى أدبيات المهنة معني متدقل الأجناء الصحافية ما تعرفوهاش في الصحافة المكتوبة في الصحافة المكتوبة أو في باقي المنابر الإعلامية الأخرى وكانت المهنية طبعاً مكتسبة بالممارسة هذا ما نقولش أنه شيء غير جيد وشيء جيد ولكن كان يحتاج إلى احتكاك آخر وهو كذلك المعرفة المهنية المرتبطة والمعرفة المهنية شنو هي في نهاية المطاف لأنه الجيد في ما يسمى بالأدبيات الصحافة أنها جاءت لاحقة على الممارسة معنى أنها شنو هي نظمت نتنقل إحنا التكوين في مجال الإعلام كل هدى أدبيات المرتبطة في مجال الإعلام هي نظمت شيء تدرب عليه الصحافيون ومارسوه لقرون حتى بالتالي هي جات باش توضع هدى تنظيم هذا تكون جيد تكون عنده مرضودية كبيرة جدا ليس بحال إلا بنيتيا نظرية عاد وغيرت يطبقها كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتي ونظرية الماركسية اللينينية هي في جملتها كتبان زوينة ومقادة كنظرية وإنسانية إلى آخر ولكن لم تعمر إلا سدعين سانة في الاتحاد السوفيتي وطبعا في الصين وبعد ذلك مشات الاتجاهات أخرى مرتبطة بإعادة تطويع هذا التفكير وإدخال كذلك شظارات ليبرالية عليه بالنسبة للسلطة الخامسة التي قمت عليها أستاذ عبدالوهاب لا نرى أنها تحلت الفوضى محل التواصل نقولها بطريقة شعبية نحن نعيش في فوضى في التواصل على مستوى كل ما يروج في العالم الرقمي كيف حد من هذا الفوضى الناس رأي تشكوا و يشوفوا في نفس الوقت ولا كيف نقوله شر لا بد منه خاصة نفكره واحد عقلي أخرى أنه نحن عن طريق الانترنت وتوظيفه من الكل هذا مفترض أنه و أنا كنت كتمت على هذا شيء في بداية انتشار الانترنت شكرا أخي سامير سامير شارفين سي سامير تبارك الله لك سي سامير فقلت أنه هذا غير بفعل أنه توجد شبكة عنكبوتية معناها الناس كلهم متصلون كلهم متصلون هذا صحيح أنا بيت العنكبوت هش هش وفي القتل بالعاكس منك تشوف المرة الأولى وفي القتل كذلك منك تشوف المرة الأولى الشبكة العنكبوتية طبعا هي هشة ولكن قوي في نفس الان قوي في نفس الان فيها التوهيم كتر من الحقيقة تماما تماما فقلت أنه هذا الانترنت سيخلق إنسية جديدة ما معنى هذه الإنسية الجديدة أنها ماشي الأطر دياله وأنه نعطي أخبار جيدة أو سلبية أو كده إلى آخرين لا هو أنه العوالم الجديدة التي ستشكلها داخل العالم كل شخص بحيث يكون عندك العالم الافتراضي والعالم غير الافتراضي ولكن هذا كان كان مقدمة للوصول إلى شيء آخر هو أنه هذا العالم الافتراضي والحقيقي غير يطلقه وغير يختلطه ستماع هايان وهذا الشيء الذي سيكون الدكاء الاصطناعي دكاء الاصطناعي الوحيد ما يقدرش يفرق في حياته في يوم وفي ساعة اللي كعيشها ما بين ما هو افتراضي وبين ما هو واقعي كما هذي كل من دارة داب اللي يخترعهم الدارة يشوف وغادي وشقات يقطع الترق ويشوف الواقع وتشوف تماما تماما الشيء خطير أو السيد وهذا الشيء خاصه يجب سريع التحول يعني الإنسان غيرتحول بواحد السرعة تماما سهل بشكل سريع جدا وهذا الشيء خاصه يجب أن يدرس في الواقع على مستوى حنا هذه السنة بالمعادل هالإعلام والاتصال يعني برمجنا للدكاء الاصطناعي دونك خاصه يكون يتبرمج حنا المشكلة دي المدرسة المغربية أخطأ الطريقة موحد الموعد كان أساسي جدا هو أنه تنشئات التربية على وسائل الإعلام في الابتدائي ماشي في الابتدائي ولكن في الإعدادي والتناول كان ضروري كان خصومي ندرسوا يدروا مادة تماما تربية على وسائل الإعلام لأيلا بش أنت كتخرج من من الدار ديرك كتخرج مع فون من المدرسة من كتبشي الدار كتشوف التلفزيون دابا الآن كان دركا السابق ولذلك كانت في فرنسا وحد ما قوله خرجات كتخول التلفزيون يمحو ما يتلقى عنه التلميذ في المدرسة كل نهار يمحي إلا وقعد هذك شلع شو هم برمجوا في فرنسا عقل نعرف لكين كذلك في أوروبا بالسبال المشاهد لتلفزيون الابناء ديالهم كانوا برمجين بزاف كيشوف واحد اللحظة من اللحظات خاصة البرامج المرتبطة بالطفل دونك حتا تلك البرامج اللي واحد يجلس معاك وش هاد الأخبار هو باقي صغير ما عنده لاش كانت قولة تنشيئ واركين لاش ما عنده لاش كانت كين ستسافد في عن طريق كتاب إلى آخره لأنه على كل صرعة صرعة ديال الأخبار كيف ما تدقال في تيليزيون كانت ما شاش مع صرعة إدراك واحد اللي باقي صغير فهد تربية على وسائل الإعلام كانت ما عندناش بالعكس كان مجافات بين وسائل الإعلام وكانت أنا في الوعه ديالي إلا حصلك الحارس العام عندك جريدة ما تستدعيك تقولك لاش هز جريدة وطبعا وكان منظور آخر ولكن هذا كي يبين على أنه تربية بالعكس كانت تربية تقوم ضد وسائل الإعلام حال التربية مشي على وسائل ضد وسائل الإعلام هذا كان كان في الحقيقة مؤسف ولكن لماذا لأنه وسائل الإعلام كيفما كنت قال هو واستمرارية التمدرس بشكل آخر تقولك الجريدة أو تعامل مع الجريدة هو استمرارية التمدرس طول الحياة هز في قراءة وفي أخبار تكمل هذا الشيء اللي قريتي تتكمل عن طريق وسائل الإعلام الآن ده بدخلنا للمنظومة أخرى ضمان رقمية وكيف قاش فيها قبل كان القارئ يعني مستهلك وينتهي دونك كان خاص واحد يفكر خاص فكار بعهم قال لي أنه سيعطي المستهلك ضمان ما بقاش هذا الأمر ده ولدخلنا في ردود الفعل الآنية أي شيء تتعامل بشكل آني بإثارة بإثار كنت تتعامل بشكل آني معنا أي شيء تتعامله بشكل وجداني ما تسمى ردة الفعل وهذا ردة الفعل يتبعدون على الفعل هذا لش الوسائل الإعلام تنقول هي في مجال الفعل تنتمي إلى مجال الفعل ولكن القراء ينتمون إلى مجال ردة الفعل الآن الذي يزاد عقد الأمور هو أنه الناس الذين على مستوى الشبكة العنكبوتية هم فيه الناس الآن يتلقون ولكن فيه مثلا ينشرون فهنا فيه اختلطة الأوراق وخاصة أنه أنت ما عندك مركز يجيش ماعي أو مركز تعليم أو مستوى معين داخل شبكة العنكبوتية يمكن تنتحل مركزا ولكن مدام أنه أنت تتكلم من وراء حجاب لأن الناس لا تعرف بشو الواقع فيمكن لك تقول أي شيء ولكن هنا هذا الأمر يجب أن منظمة لأنه لدخل المنظومة الحظ على التمييز كيف ما كان على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس إلى آخر أو الحظ على القتل أو على الكراهية أو تشهير مختلف صنوفي ولدخل الدائرة ديال الحط من الكرامة الإنسانية ولدخل السب ولدخل القذف كله رح يخضع تحتطائل القانون والمتابعة ولكن راك المشكل اللي كان وأن كثير من الناس اللي تديرو ماد فلوغ ولا كي تأخذون تناول الكلمة في الفضاء العام السيبراني معنا الأنترنت يتحب لهم بأن فضاء مفتوح على الحرية بالكامل ممكن شيكون فضاء مفتوح على الحرية بالكامل طبعا هو فضاء حر ولكن في مقاييس معينة نعطيك واحد النموذج اللي سمحت نعم نموذج جريدة الموذج الفرنسية بنسبة للمتابعين لها كنظر للنسخة الإلكترونية لا نسخة الإلكترونية عندهم وضعوا ليهم واحد الإطار كتسمى واحد الميطاق أنه تلتزم به لبغيتي تعقب 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 تعليق تعليق على المواد المكتوبة كل شيء مصطر بحيث أنه لا تدير جاكسب هذه ديزا وعندما أنت منحوك واحد الفرصة وليجو أنك لقد قطأتي المرة الثانية نبيل كي حيدوك لا كي حيدوك كريم مبقاش عندك الحق الدخول خد وقد دخول ما غير تجارة ومشترك وخير مثلا شوف تربية على الأخلاقيات مثلا تكناموذج مختبس من هات جريد تلمون يقول لك أو في الكتابات ديالك ما تقول هذا إرهابي هذا الرجل إرهابي دباه وما هات شيء يقول الجمهور ديالهم ما تقول ولكن قول هذا الشخص قام بعمل إرهابي قام بعمل العمل الذي قام به هو إرهابي أمو مش إرهابي حيث هذه الحكم ليس من القارق لا يمكن تقع لي الخطأ ولكن هو الخطأ وبين الشروط أنه تكتب الكومنتر معنى التعليقات يجب أن تكون بلغة فرنسية سليمة معنى أي كومنتر في لغة غير سليمة شوف كيف الحفاظ على الهوية عن طريق اللغة يجب أن تكتب الكومنتر بلغة فرنسية سليمة تكعفوا المثال ثالث وأنه لا تعقب على نفس المنشور أكثر من مرتين وخير دعليك شي واحد وخير دعليك شوح أنت ما بغير هم يدخلو برش بابل بقوا غير الأصوات تكلم طول النهار كده تعطق الحق في تعليقات تقول مشكلين مختصر ومقدس تمشي وتخلي المساح للآخر شوف كيف تنظيم النقاش بالنسبة الجمهور يجب أن يتعمم على جميع المرأة طبعا فيسبوك ملاذ ومرتع كل الأشياء للعكس التي قلت نعم ومع بعض الشروط المرتبطة بالأخلاقيات ولكن هذه المنظومات الكبرى المنصات الكبرى التي تسمى غفام غفام يعني كلهم فيسبوك وغوغل و الأخير هذو ربما نسوش بأنهم يحتكروا الفضاء العام ديال التواصل على مستوى المنصات على مستوى الأنترنت وهناك أصوات تقول أنه في ذلك الهدل احتكار مكلم وما نفسهم وخاب أحيانا عندهم مداخل الأخلاقية اللي يخص كجاك سيبت إلى خيري وكذا ولا كانت شي يلتسين يلي يقال لك نبه بأنه عندك تحيد بعد دراسة لا أعرف كيف تتم إلى خيري ولكن أحيانا تكون عندهم مواقف مواقف متلى أو فضلة بحيث أنه تقدر شي حاجة تحبس لك المنشور ديالك أو يقلص في شهر واحد شهر أو لا شهر أو يقلص أو يقلص مؤخرا تماما تبت مشار شي قصيدة شعرية فيها كلمة فلسطين إلى خيري لذلك بدأ الاحتيال شكي يدير الناس يتكلم على فلسطين وشن عالم دولينا ولينا علام فدب الواحد يكتب فلسطين باش يتحايل عليها خاص يدير فيلي ويدير نقطة ويدير أس إلى خيري باش الألغوغيتم خوارزميات لا يضبطها فدنكين هناك رقابة على هذا المستوى ويأرقابة في اعتبار أنا غير أخلاقي مؤدلجة إذا كانت رقابة غير مؤدلجة أنا معها معنا أنه تتسب أو تنتقس من قدر شخص ما غيرك بشكل عشوائي أو تخدش الوجدان الديني أو الشعور الديني هذا ممكن جدا لأنه كما تنقول ما ينطبق على الصحافرة ربما ينطبق كذلك على أي شخص أي واحد عنده أنا تنقول أخلاقية ديال الفضاء الافتراضي لقل الأنترنت أرى هي نفس الأخلاقية اللي مرتبطة بحق ديال الصحاف ويلا موجودة في أي دولة أو في أي مدينة أو في أي بيت أخلاق ما تبقاش إنسان سليم هي الأخلاقية عندها بزاف ديال المرجعيات من بينها المرجعيات الأخلاق والأخلاق ما هي الأخلاقية نعم أختلف الأخلاقية كبر من الأخلاق الأخلاق مرتبطة بتصورات مجتمعية خاصة بكذلك بعقائد قد تكون سماوية أحيانا نقول مكارم والأخلاق مع أن تصدقوا ولكن تندخل الأخلاقية تندخلوا أحد الصناعة للإعلان اللي ضمنها الأخلاق ولكن تتجاوزوا هذا الأمر كما قلت القبيل تعطيتك توظيف اللون تتوظفوا في العنوان بأي طريقة هذه ما عندهوش علاقة بمكارم الأخلاق ولكن عنده علاقة بالصالح العام لذلك من اللي تربطوا أخلاقيات المهنة تربطوها بأمرين قلت لك قبيل أن تستجيب لكل منظومة الحقوقية دي الحقوق الإنسان ولكن الفيصل الأخير يعني باش كنحسموه هو الصالح العام هل هذا الخبر تيفيد الصالح العام ولا تيفيد الصالح العام هل هو ضد الصالح العام هل هو مع الصالح العام أو لا لكن نلقوا بأنه ما تيفيد الصالح العام ما معنى ما تيفيد الصالح العام أنه تيفيد مصالح مصالح شخصية أو في أوية أخرى هل أنت أي شيء تتكتبه ومتى تيفيد الصالح العام معنى تساوي أنه راشي واحد يستفد من هذه بشكل غير شرعي غير قانوني غير أخلاقي ربما الصحفي نفسه يستفيد من واحد الأمر حينما يكتب ولا يدافع وينتصر بشكل غير موضوعي ولا شرعي ولا قانوني ولا أخلاقي الجهتين ما فهذا معنى أنه أركض خرق خاعدة أن الصحافة تخدم في إطار مسلمة بالخدمة العمومية تخدم الصالح العام نعم قلنا نجد الموضوع آخر بالنسبة للفوضى اللي كان عيشوا على المستوى منظومة الإلكترونية الأطفال قد يصابون بالإدمان وشكين شيء عمل ممكن يكون توجيه الآباء دي لهذه الأطفال بشيء يعني يحضروا من هذه الخطر اللي يمكن أي طفل سواء أنه شيء أو قبل من يعني يكون في الصغر دي له الأم مشغولة والأب مشغول وكل يضحي الإدمان خارق اللي عادة أكثر من المخدرات تماما ونفتح الأساس اللي ما قلت قبل هو التربية على وسائل علام قد تربية على وسائل علام والتربية كذلك أطفال مثلا يعطيهم هذا الشكل من الأشكل التعامل مع الطفل يحطوه تلجانب دي وعاد مدراسة وعادة كان بزارة الأمور هو دا بتكون تايد داخل الأسرة الأبو الأم اللي بغالوا يقول لهم يجب تخفيض ساعات النظر في الشاشة كيف ما كانت تليفزيون أو أي شاشة أو لوحة إلى خير نظر تقليصوا خصوا يشوفوا بأنهم هما هما غير ما كيشوفوش باستمر هما القدوة وتيقروا إلى جانب دالك وتيديروا اجتماعات عائلية تنقشوا بنتهم مواضيع خارج هذه الشاشات نعم وبدأ هذه اللولة حتى نحن نتعلم بالمحاكات أكثر من نتعلم بالنصح نعم نعم فهذه المسألة مهمة جدا مسألة الثانية هو أنه أكيد يعني دابا من اللي كنت تكلموا على التربية على وسائل إعلام تداء من الإعدادي الآن من اللي يدخل في هذا العالم ديال الانترنت والعالم والإفتراضي خدس تبدأ من الصغر من الصغر يعني يعني من مدرسة كنت دون فهمه مدرسة وتؤدي إلى الإدمان وهناك الآن مسحات مركين حتى في الجابون مسحات مرتبطة بهذا الإدمان الافتراضي أو الإدمان على وسائل على الانترنت يعني نفس المصابين طبعا أو سغل وتيقوا لنا حسب القراءة ديالي أن نفس أعراض الإدمان المرتبطة بالمخديرات نفسها تظهر أعراضها في الجسم ديال المدمين على وسائل وسائل فكان بعض الوصايا اللي هي الآن متداولة قبل ما تنعس على الأقل ساعتين ما تشوفش الهاتف النقال هذا بسبب الكبير ولكن ما منسوش حنت نفروم ديال طفول ممتد وخير نقوله 18 عام نقول أنه 18 عام أصبح راشيدا ولكن هو أصبح راشيدا لغا نقول أصبح راشيدا أكثر منه على المستوى البيولوجي أكثر منه على المستوى الوجداني فنطرق تلك اللي عنده 30 سنة هو راشي وطفله يعيش بمراهقة متأخرة لذلك من اللي غادي ناخد المنظوم وناخد المنظوم ببرومتها كلها ممكن نقوله أنه سافر أو 16 عام سافر نعطيه الهاتف لنا مع أن هم غيستشرج معاك وغي ياخده مرتفق اللعب اللعب سلوك تنسل الدوح نحن كبار وكانوا نتصاب أحيانا مع هذه المنابر الموجودة قدامنا لنسمح نخليك تشرب الكاز ذات دي شكرا فهو مش مشكل نحن أحيانا كما قلت سعاطق يعني نخرج من دائرة الكهولة إلى دائرة الطفولة والتاني ننعم بالجلوس مع هذا الطفل الذي داخلنا وقد مردوش ليه البال صحيح مش مشكل المشكل شنو في المجتمع والتوازنات دا بلق دينا على المستوى ما نسميه بال المبادئ المتحكمة في حيواتنا نحن نعيش بمبادئ متناقضة مثلا الواحد الذي يربي يربي باللين وبالعنف بجوج إلا كان غير باللين وما كانت العنف من كي تربي ولكن العنف الإيجابي كانت سمع معنى أنه سلطة مثلا نحن في المجتمع نعيش كفرد وكمجتمع وكجماعات ماشي متناقضين يجب أن تعيش فرضيتك باستقلالية وكذا ولكن يجب تتماهى مع المجتمع القيم دي المجتمع فكل القيم وهذا أحيانا كترح مشكل على مستوى القرار الأخلاقي مليك تلقى مثلا عندك صورة صورة معينة في الحرب وهذا الأشلاء أو الجتة واشغة تبينها ونما تبينها هذا السؤال سمحتي سؤالنا رجعوا لي بالضبط أنك إنه واحد إكراه إشهاري خليه بيرالي رأسمالي نتمنوا على الله لأن منه كتغدى الشهارين دي الشهارين بمناسبة فسها أرتشف الشي أخودها أخود شكرا إن شاء الله وانتقوا بعد هذا الفاصل ترجعوني إن شاء الله مع قيوة الأتيف مع دكتور عبدوهاب الرامي إلى اللقاء عدنا إذن نوصلوا هذه الحلقة من برنامجكم قيوة الأتيف هذه المساء الهادئ والجميل معها دكتور عبدوهاب الرامي كنت تكلمين واحد النقطة تكلمتي عليها أحساسة جدا وهو كان حدثت وقع بالأخص في الجانب السياسي حروب كتوقع والشاشة والكاميرا كتلتخت صورة مرعبة يعني فوق طاقة تحمل الإنسان ومع ذلك بعد القنوات التي تتحرج في بيتها وقنوات التي كتبتها على الملأ وإحنا كنت نشوفها وذكر المشهد يمكن يخلق العنف فينا تماما قراءة علمية من طرفكم دكتور عبدوها تماما هو هو القاعدة الأساسية أنه وسائع لما هي تغطي كل أحداث العنف يجب أن لا تكون عنيفة على مستوى خطابها إذن وسائل الإعلام وخاتك تغطي أحداث دي العنف هي نفسها مخصص تكون عنيفة في أدائها وهي تغطي هذا الأمر مثلا هناك هناك تطرح مسألة على مستوى أخلاقية المهنة وقرار الأخلاقي مثلا إلخذينا ولكن غلقوا بأنه على مستوى وسائل الإعلام الكبرى التي تكون خاصة الدول مرتبطة بهم وطني في حروب طبعا كتظهر جملة من الأمور الأخرى لأنه خاص خاص دراسة يعني تتكلم على أخلاقية المهنة في أزمنة الحروب وفي أزمنة الكوارث وفي أزمنة الأزمات هذا تظهر أخلاقية ما كان أخلاقية أخلاقية يقار كما هي ولكن كيف تتعامل مع هذه الدول مثلا أنا أو أي صحفي آخر في بلدين ما هذا البلد يحرر بينه بين الآخر ويبقى على حياد أو خاص يجب أن يتحرك فيه الحيث الوطني ليسند الدولة دياله أنا كتطرح إشكال الحقيقي ونقوم وزعين بين الوطنية وبين ما نسميه بإعلامي السلم حتى كان واحد الباحث الذي قسم أعطام مواصفات ديالها هو إعلامي الحرب وهو إعلامي السلم ولكن يقول لك وخذ تكون الحرب قائمة بينك وبين الآخر تقصد دائما تقف مقامك هو إعلامي أو صحفي السلم فهنا كتطرح بعض المسائل أنا كان نقول هذه الأشياء يجب أن يفكر فيها لا يفكر فيها إنسان واحد أنا سأفكر فيها بوحدي ولا السعات بوحد وسائل الإعلام الأمريكية لا يجب أن يجب أن الموت من بعيد تتساقط لكن لا يجب أن كالعهن المنفوش لا يجب أن ولكن لا يجب أن تتساقط لأن هذا مرتبط بالمصلحة العليا لأمريكا لأن الأمريكا تتساقط دائما هي موقع قوة في المقابل بين الطالبان في أفغانستان كيف يزوجوا بهم كيف يتنكلوا بهم وكان يشوفوا الصورة عادية وأكتر أكتر أكتر صورة اللي حاضرة في أدهان الجامية هو صورة إعدام صدام في السين نعم نعم موافقة أمريكية طبعا صورة صورة إعدام وتصويره يعني رسالة وكذلك ابناءه بجوج عودي وقصي عودي وقصي عودي وقصي وغيرهم والتنكيل بالجوتة ديال القدا في ليبيا بانت ونرويقا ولكن لماذا تبينوا هذا تبينوا هذا دائما يبقى في حد النوع القوة لتثبيت عزائم الشعوب كتعرف لأن هذا يسمى الحرب السيكولوجية أو الحرب النفسية من المقاومات للحرب النفسية كان عنده مقاومات 12 مقاوم من المقاومات الأساسي وأنه أولا تدخلي الشعب لا يتقش في الحكومة لكي لا تكون إجمع ومسألة الثانية هو أنه شعور المواطن بالإحباط يقول شوف نحن نديرو هذه الحرب ملابحين لا ندير على الجنود لا ندير على المؤى يعني أنه يجب تفتيت الروح الوطنية لكي يقدرون هم يدخلون لك بسهولة فتصبح كسب الحرب الإعلامية جزءا أساسيا من كسب الحرب في الميدان وهذا من سبب الحرب النفسية هو كل لا تتوضف الحرب أمريكا لا تتوضف ها بالعكس القواعد الأساسية المستخراجة اللي أخذين هذه الأدبيات في الناس اللي يشتغلوا الباحيتين هي مخوضا من نماذي المرتبطة خاصة بأمريكا في حرب ديالها مع الشعوب الأخرى عماس يا عبدالوهب قلتي في حدة تدوينات قلتي علينا إعادة بناء قارئ جديد من أجل كاتب تشتعل من جديد جمرة الكتابة في صدره لأنها انطفأت أو كادت تماما هذا قلت في هذه التدوينا هذا الأمر لأنه الآن أصبح السؤال المطروح هو اللي ما نكتب مش مقواش عندنا كتاب جيد ما زال كان عندنا كتاب لدينا كتاب جيدون ومفكرون جيدون على الأقل غير المشرق العربي راح يعتبر بأنه الكتاب المغاربة هم الذين يحملون مش على الفكر على مستوى كله على مستوى الفكر أظن تتكلم على باقي المجالات الإبداعية ولكن دائما تتلقى في المشرقية تتكلم غير على العرب داخل المنظومة العربية تقول لك بأن تمرك بورطة ابن رشد وورطة الفكر الأندلوسي حيث كان مختبر تلاحق أفكار وحضارات تعرفوا هذا الأمر لكن هو المشكل ليس هو الكاتب موت الكاتب ما يسمى بموت الكاتب هو موت القارئ نعم هذون مشكل في المنظومة أو لو كان الأمر مرتبطة بالكاتب الكتب بالعكس كلما كان هناك قارئ هو يحفز على بروز وعلى ولادة الكاتب المشكل هو داب الآن أنا مثلا لاخدت النموداج ديالي أنا أنا في مجال شعر عندي وحد خمسة عشر ديوان حاطف الرف والأدهام من ذلك أنه من تنكتب خاصة نكتب بدون زخم لغوي خاصة نكتب باللغة للمسطها أكتر الحدود والشعر والشعر إذا بسطته لأكتر الحدود سليس تكون سليس ولكن أحيانا فنت في شعريته لماذا نسموه الشعر الجزل هو ذلك شعر اللي معامر بالمعاني وكل كلمات تطعطيك معاني مسترسلة كبيرة جدا أنا قد أختلف إلى حد دي ما لأننا ممكن حتى الصورة الشعرية ما بين مثلا أشعار أحمد شوقي أو البارودي أو غيره ما بين أشعار بيرام تونسي وسيد درويش كيغني بيرام تونسي ومجموعة من الشعر بينهم أحمد فؤاد نجم عندهم شعر أكتار وسعيد عقل مثلا بالدارجة باللهجة أحيانا اللهجة على ملامساتها التراب ستكون أكتر شاعرية وأرقى في التعبير الوجداني من الشعر بالكلمة جزلة وقوية لا أسعار تكلم على اللسان دارج أو الزجل الزجل أحيانا تتكون أكتر ارتقاء أنا من طبعا أنا شو غير ردا على أن بعد الأحيان كنت تتكتب تتفكر بصوت بسيط مبسط ولكن قلتين تتفقد الشاعرية هو على حسب الآن دارجة المغربية مثلا الصورة كان نسمعوه في الظاهرة الغيوانية بعد الأشعار يعني فيهو على الخيال جميل في الملحون مثلا تماما أنا شوف هو المبدأ الأساسي وكل لغة عندها لكل لغاتيين لكل لغاتيين شاعريته هذا المبدأ الأساسي اللهجة كانت أم لغة كيف ما كانت لهجة أو لغة كل واحدة عندها الشاعرية دائما بالنسبة لي هناك من سبب عدالة الثقافات على هذا المستوى كل ثقافات عدالة الثقافات كلها عندها شاعرية وشيء الشاعرية شاعرية لا يوجد دائما واضي عبقر الشيطان الشاعر لا الشاعرية هو أنه كيف تمكن لك جماليا تحث مخيال المتلقي عن طريق اللغة ليقتسم معك هذا الشعور الجميل هذه هي الشاعر ولكن حينا بيت شاعري يبكيك تجهيش بالبكاء ممكن بيت شاعري يفرحك ويساعدك لأنه استطاع أن يعبر عنك بيت شاعر كل جميل بيت شاعر بالدارجة باللهجة المصرية باللهجة المصرية ويسمعه ويسمع رياض سنباطي كأنك تمارس طقوس وشعائر الحج بشكل صوفي وشكل تعبودي عالي جدا تبكي يغالب كالدمع بيت شاعر تسمى تلاقي تلاقي الإبداع بيت شاعر ويساعدك بيت شاعر ويساعدك من الموسيقى يقول القلب يعشاقه جميل سنباطي سنباطي بسيطة بسيطة عادية لا تفرض بكثرة بيت شاعر بيت شاعر بيت شاعر لأنك لأنك تسمع على حاجة أساسية جدا تقول دائما تقول في هذا العالم الذي نحن فيه الآن ممكن لك تشتغل الإبداع دون أن تنتظيم في المسمى بطلاق الإبداع الشاعر بوحدهم لا يبقى يمشي بوحدهم الشعر يجب أن يكون شعر داخل فيه موسيقى داخل فيه جو وداخل فيه تشكيل جمال ها هذو ثلاثة يلا تلاقاوا تشكيل والصورة البصرية والسماء سواء موسيقى أو شعر هذو تأتي زخم خاصة عن مستوى الصناعات اللي كانوا في التلفزيون نعم هم كنت تجيب تلفزيون ويجيب واحد وتقر الشعر هكذا بدون مؤثرات أخرى هذو تقول في نوع من الصناعات ولكن الشعيرية أمي مثلا محمود درويش لا قرنا سمعنا في الأول ماجينة عادية مرس الخليفة غير بالعود الشعر يحتاج إلى حوامل إبداعية أخرى لكي يكتنز فحل قلت استعمال الحواس الخمس لستعمال حاسة لا يكون لديك إحساس جيد ولكن إذا استعمال كل حواس تكون جيد نعطيك مثلا في اليابان تقليديا من الذي يريد أن يشرب لكي يشرب الشاي ما يفعل لا يفعل نحن لا يفعل لكي يشرب الصحن وزلافة يشرب ويشعر بالدف حاسة يشرب حاسة سخونة ويشعر حاسة حاسة تشم حاسة يشم حاسة يمشي والبصر يستخدم الحواس الخمس من الحواس الخارجي اللي هي البصر والسماء والشم واللمس إلى حاسة الدوق اللي هي داخلية حاسة الدوق الوحيد هي الداخلية اللي تدوق الشيء خاصة تدخلو الداخل عندك السمعة غائبة عندهم نحن 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 شرب اللي تشرب تدير بعد القناة اللي يشرب وهي أصلا جائج لا تصير ديالة بسيطة أول هو أنك تبرد هذا الشيء في نفس الآن باش ما يحرقك في لسانك في لسانك تدخن الهواء بارد باش يبردو باش بحش يطمو فيلا عند الراضياتور هي هذي كتستعم الراضياتور عن طريق هذا الصوت وهذه القادية ديال الحواس الخمس هي مهمة جدا لاش لأنه كين في أمريكا في صناعة السيناريو دون كين واحد تصوب السيناريو دياله وتعطيه لواحد شخص مختص غير في تدخل الاحاسيس الخمس فتيقول في هذ اللحظة قصن دير معطا بصاري تقول في هذ اللحظة غني اعطيه محتوى ديال الشم ربما غير في ذيال يقول بأن اللحظ قدام شي وحد داخلي يقول يا رائحة عطارك جميلة علاش ليستحيط الحواس الخمس عند الآخر يخليش خدام غير بالنظر باش ما يمشيش بقى الحواس الخمس لأن استعمال الحواس الخمس الخمس الآن لهم المؤثرات الجيدة واللي يمكن تأثر على المطرف نعم نحن نشوف في شهر فاضيل شهر المشاهدة مع الأسف والمشاهد السمعي البصري يكون حاضر بقوة يعني أضعافا مضاعفا مقارنة مع المواسم التي تسويق أو تلحق يعني المشاهد من قلوش إلى أي حد يدامس الحواس الإنسان أمريكي على الأقل إلى أي حد يبقى حاسة الضغ الحريرة والمتعة ربما المتعة البصرية حاضرة المتعة المشاهد سمع البصار في التلفزيون المغربي المتعة البصرية كان صورة متازة وكان تقنيين تبارك الله ومنخرجين ومنشتين على مسوال شبكات البرامج إلى أي حد المشاهد يستهلك ويرتقي هذا سؤال هذه منت الجانب الإشهاري إشهار والحاضر والإشهار سيفرض منطق معين وقيم معين ارتباط بما أسلفت تكلمت عليه دكتور طبعا ربما في رمضان ركننا لاحظوا هذا الأمر فنحن نحتسي الإشهار أكثر بما نحتسي شيئا آخر في مستوى الشبكات البرامج وهذا يفسر لأنه توق هذه الفرصة التي تكون فيها مشاهدة جماعية داخل الأسرة لا كان مشاهدة جماعية إلا في شهر رمضان كل شيء مستهدف الأجيل كلها مستهدف وكتعرف المشاهدة الجماعية لا لدي نفس الوقع بحل مشاهدة الفردية تشاهد شيئا بشكل فردي قد لا تتعامل وكتنسى وكتنسى مشاهدة الجماعية تتيح النقاش حول هذا تتيح الضحك الجماعي تتيح الفرج الجماعي تتيح الفرصة فرصة الفهم الجماعي هناك يظهر واحد القاعد يهضر عليها علماء الاجتماعي هنا يهضر على ما يسمى القائد داخل أي منظومة التي تتلقى ثلاثة الناس والفوق ولكن افتراضا نقول ثلاثة بشكل موضوعية يظهر بينهم قائد القائد ينشع يخذ المبادرة يكون داخل الأسرة من المجتمع القائد ولي عنده تلك موضوع ولي كان دابعنا ما بقى تغيير ولكن قدار يكون القائد مثلا لكن برنامج مستغلق على المستوى الفهم دياله تيكون واحد اللقاري داخل الأسرة كيف يصير لهم تقول هو القائد مليك تجي تاني البرامج واش غدا تشاف على المستوى الأسرة كمشاهدة جماعية تيكون ربما الأب لا تقول لك لا دا ما قدرش نشوف كلنا فهذا مسألة ديال القائد مش بالضرورة هو وظيفة لهو موقف يخلق آنيا فهذا في هذة المشاهدة مشاريع الرمضان نفتح قوس لا سمحتي قبل تكلمتي على تجربة الأحداث المغربية التي كانت فيها محاولة فتح مجال الحرية بشكل أكبر ومتم كسر الطبوهات وش كسر الطبوهات يصح في مقام السمع البصري طبعا ممكن جدا وحتى التلفزيون السمع البصري إلا أخذينا السمع البصري إلا أخذينا الشق السمعي والإداعات الخاصة فكذلك كسرت كثير من تجربة الإداعات الخاصة هي امتدات تجربة التي أنشأناها على مستوى أعطى تمر خيار طبعا أكيد أنت التلفزيون الخاص سيكون تؤدي تنافس من أجل تجويد المادة فقط كنا نبدأ نحن الفكرة حول نراجع نختم بالفكرة الأولى دي المشاهدة الرمضانية طبعا كان قنات تبعتها التي هي التقافية كنظن منذ سنتين تحركت افتيجاء إيجابي جدا سنحي السعب صمد بن شريف كل فريق الفني طبعا هناك جديدة بالمشاهدة في رمضان بعد على مستوى الشبكة الرمضانية وخارجها ولكن بالضرورة هما تركزوا لأن انطلاقتها باش تعرفت كشبكة كقناة بدأت تتحرك من ما كانت عليه وهذا رمضان اللي فات في نسخته الاخيرتين تحركت ف كان أنا أميز وانا كنت در دراسة حول المشاهدت على الإعلام المغربي السمع البصري والشبكات الرمضانية وخصا نفرق بين شيئا لما نفهم منها سنعدي خدمة كبيرة المشاهدة للتلفزيون العمومي المغربي نفرق بين الضحك البيولوجي الضحك البيولوجي والموت الديهنية الضحك البيولوجي والموت الديهنية إحنا إلا كانوا همد نطلقين فهم جيد ولكن لكي نكتاف بالضحك البيولوجي أنه رضحك نحق البرنامج غايته سنسقط في درك الرداء وهذه ما فيه نحن نقصد التلفزيون العمومي خاصة يجب أن يبحث عن الفرجاء المرتبطة بالموت الديهنية معنى أنه ما تنضحك ولكن استمتع داخليا وهذا الاستمتاع الداخلي هو اللي تفرج على الآخر أكثر من أنه تضحك والدواخل ديال كلها مسدودة ومغلاقة ومكينش في إمتاع داخلي هذه المسألة مهمة جدا وتم أخص عرفوا بأنه يجب والنهتم بالشبكات الرمدانية أكثر من اللي هو قائم الآن طبعا كان كين اتيمم بها ولكن رائع حل قلنا في المسار ديال السنة رائع رمدان هو اللي ترجع التلفزيون اللي قد نجهوه قد نجهوه خلال 11 شهر ولكن عاود نحتضنه في شهر رمدان هو اللي يحتضنه في هاد اللحظة مدام أنها عند هاد الميزة سنتم بالشبكة البرامجية نصرف علي هالأموال لأن صرفوا عليها الأموال ولكن صرفوا عليها الأموال التي ترتبط بالجيد لا تصرف أعمال ولكن الأعمال مش كلها جيدة وبالتاني قد نرجع المسألة أخرى مطروحة واش الأزمة فقط مرتبطة بانتقاء البرامج الصالحة للشبكة الرمدانية ولا عندنا كذلك ما يسمى أزمة الإبداع عامة وهذا كذلك يطرح أزمة الإبداع لأنه حلينا هذه المشكلة لأزمة الإبداع عادا حلوا أزمة البرامج الصالحة لشبكة الرمدانية وكذلك لأزمين أخرى خارج رمدان السؤال هل صح فعلا أول من الطبيعي أن تكون يعني يكون منبر عمومي يلجأ إلى الاستشهار المستشهرين من أجل أن يغدي شريان والمالي بش يقدم الأجود فيما أن الإشهار يقدر يكون حكر على قنوات عند قطاع خاص وعند هاجز الربح والخسر أما التلفزيون عمومي واشتاوه يخصي يدخل في الغمر من أجل الأرباح تحقيق المشاهدات في الواقع هذا ليس في الأمر في حد ذاتي ليس معيما أن التلفزيون تكون عنده مداخل من الإشهار غير خاص بعض الأمور تضبط مثلا واشمالي تنجيب الإشهار يخرج أخلاقية الإشهار في التواصل مع الآخرين فإن حيث الإشهار يوجد الكثير ويوجد أشياء لا يوجد تشقيمها والإشهار التي تعطي وعود فارغة وهذا التلفزيون عمومي وزمن الإشهار سيكون طويل أو زمن الإشهار سيكون طويل القنوات العمومية برضو عليهم في ثلث من يعاد تديروا الإشهار مثلا يقول لعيب ماشي في أنه تكون ولأنها يقنن بوحد طريقة بحيث تتبقى المصلحة العليا هي الأساس ليش لأنه التلفزيون العمومي وخير يدخل حال دي الإشهار أرى لا يبدو في حاجة أن يصرف عليه من أجواب المواطنين حنا كنا نصرفه عندي بشكل أو بآخر تلفزيون ديالنا ديالت هو تلفزيون لذلك يسمى عمومي ليش تلفزيون حكومي تلفزيون عمومي صحيح فبالتالي رحنا كلنا ساهمي فيه بشكل من الأشكال بالتالي خاصة يردلينا يردلينا الجميل لأنه نعم يرحمنا 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 الجميل ولما تنقوش أنه شوف الأساس ديالي مني تنتكلم عن بعض الأشياء وخير تتعرفي نبرة انتقادية معين لكن نتمنى أنه تكون انتقاد كما كان نقب بناء بل هو ضمنه كان مقترحات لتطوير بعض الأشياء اللي هي أساسية وهذا نعود تجربة الأحداث المغربية اليوم قبل ما قلتاش هرى عنده صحفيين جيدين جيدين على مستوى المهنة ولكن صحفة الحزبية اعتادت الصحفة الحزبية تنقول لو لم تكن صحفة الحزبية في الوقت ديالها هرى كان المجتمع غي يكون فارغ صحيح بالأكس أنا مثلا أنا أرى شيء في أحضان التربية ديالي الإعلامية رأى في الصحفة الحزبية تحدي الشراكي أنا بديت في العالم في العالم في المبارسة ديالي في العالم لذلك نجيل في العالم وبعد ذلك اشتغلت في البلاغ لا في البلاغ المغربي اللي كان هو الجسر بين المحرر والاتحاد الاشتراكي فجلت في جريدة الاتحاد الاشتراكي فجلت في 84 فهذا صحفة صحفة بلعك صرار الوظيفة ديالي كبيرة جدا غير واحد المسألة كانت طرحات وكننا طرحنا أحتم على السن العرب المساري فش كان على قيد الحياة وطرحنا هاد المسألة تفاشي مكلينا نطور الصحفة الحزبية ما شرقش مفهم التقليدي حتى لا تنعت بأنها صحفة رأيك تتخدم غير الحزب بروباقاندا قال نفكر كيف تكون العالم تخدم فيه نفس الحزب وتخدم فقلنا أنه يمكن دار هيئتي تحرير دار الجريدة التي تخبر ما تؤدي خدمة عمومية للناس كلهم جمهور والدار فيها نشرة إخبارية حزبية فيكون فصله نقول هذه لسان حزب الاستقلال التي نشرة والجريدة الأخرى الكبيرة موجهة للجمهور باش نفرقوا بناتهم باش نقول وهذه النشرة تؤدي وظيفة تواصلية والخيرات تؤدي وظيفة صحفية إعلامية إخبارية فكان هالتصورات المرتبطة ولكن طبعا لا نقول بأنه لم تؤدي بالعكس قد تتدور كبير وكانت فيه أقلام كبيرة جدا ممكن تكون لنا عندنا أقلام كبيرة على مستوى أجناس الرعيب ولكن باشي متصيف تدير روبرتاج وتدير التحقيق وتدير لا هذه خصوة الدراسة عندها عند الدراسة باشي كتب روكو نقار روكو نقار ليس بالضرر يكون قاعدة صحفي روكو نقار قدرت تكتب أي شخصية عندها كارز مداخين المجتمع وعندها صوت الحكمة وتعطيها مكان مثلا كل أربعاء تكتب لك موضوع من المعين هذا كتسم روكو نقار إنخونيك هذا مشي بالضرر أن يكون صحفي عند منظومة وسائل الإعلام مشي فيها غير الصحفيين نحن نتكلم عن الإعلام مشي الصحفة لاخدنا التلفزيون فيه الصحفة وفيه الأجناس غير صحفية مثل التلفزيون لاخدنا مسلسل تلفزيوني واشهد صحفة مشي صحفة ولكار ضمن منظومة الإعلام لاخدنا مصابقات مصابقات ديال طمخ أو هذا مشي صحفة ولكن يدخل ولكن هذا إعلام لك المنظومة الإعلامية هي أكبر من الصحفة ولكن تسمى العمود الفقري للإعلام هو الصحفة حليل لقلنا في التلفزيون العمود الفقري التلفزيون هو النشر الإخباري أو النشرات الإخبارية إلا ما كانت هي في نفسها تجسد الديمقراطية والمصداقية وكذا فكل ما حواليها يسقط فلذلك نقول العمود الفقري لأنه ينتمي إلى قائمة الصحفة فهو الذي يمكنه أن يكون جيدا ويفتح المجال لباقي المنتوجات الأخرى أن تكون جيدا قريت واحد تدوينها جميلة عجبتني جدا قلت الأستاذ عبدالله بن رامي تعالوا وحد تثكم عن الصحافة عن أوهامها وعن مكاتب ومعاهد إلى غير ذلك لم تفق بعد من صدمة ذوبانها في القرية الصغيرة التي كان مكلهان يظن بها خيرا فزع الناس إلى الذكاء الاصطناعي بعد أن خانوا ذكاءهم الفطري تماما شكرا بارك له فيك تقريبا محالة تكلمنا عليها لأنه ماكلوهان ماكلوهان كان عنده واحد الفكر معين هو كنادي طبعا باحث في الإعلام وكان عنده واحد المقولة يقول الوسيلة هي الخطاب وكان ترجمات يقول لك عفوا لمشات لي من بالي ولكن الاختزال الوسيلة هي الخطاب بعونيتي يقول لك أن الخطابات التي ستجي ونستعملها بالوسيلة سنستعملها وكيف يظهرنا الآن عندما نستعمل شبكة التواصل الاجتماعي يفرض علينا وحدنا من التعامل داخل شبكة العنكبوتي وفرض علينا منطقة من الخطاب نعم ف من التي تقول هذه القادية وتي القادية أخرى تقول من بعد سنكون نحن دخلنا العالم قرية صغيرة هو ما تقول قرية صغيرة نحن ترجمناها في العربية نقول قرية سايا وتيقول القرية العالمية الكونية بلتو الكونية بلانيت قل القرية الكونية الكوكب كلنا سنكون مرتبطين هو الذي قال قرية صغيرة لا مقاش قرية صغيرة قال الو بلانيت ترجمنا أبلغ أبلغ ف الآن نحن نعيش هذا هو كان تصور من الذي سيكون الو بلانيت ترجمنا مرتبطين وكل متشاب كيف الحياة تغتسان الإنسانية التقفات ديانا ما تقاش بلا تعوارد غادي ولا التفاهم الإنساني غادي ولا الإنسان يعيش كيحس بأنه عنده جملة من الصداقات في العالم كله بقاش يصافر عبر خياله يصافر وفتراض ينبص أهرتين يخلو كيبشي كيشوف مايشي غير كي تصور أنه كيفاش كانت كيعيش الناس في سكوتلندا كيدخول وتيجبش الشوارع اللي غادي تخل العالم افتراضي جوجل تماما دكال سينات غادي من اللي تقول حال ده بقى جوجل ماب فالخيض مرة سهل لو سهل في علم الصوت الصور أنك بوحد أنت تبان بأنك ده داخل شي تدخول تدير شوبينج وتقلب أنت رغير في بلاستيك أخبر أنك سعاد سيق ده نحن قلت أنت في ضرب أنا في ربط وصل في العشية معرب عنه جولة في لاس فيغاس ولمشوا وكان دخلوا أنوية إذا كنت عنه فترة ديد فهو كان كيت تصور بأنه ولكن ما ما تكلمش على الجانب الآخر المظلم والمركز وديم الإنسان يفكر بأنه أي شيء عنده جانب مظلم ومضيء وقلت قبله كيفية توازن بناتهم ف من التي تتكلم على الشمس والقام مرة جانب مظلم ومرة تكون جانب مشرق جانب للجانب الإنساني كذلك في خاصة دائم الإنسان وقل مع المرور مدة على القول هذه مكلوان وقل الجانب مظلم أو أكبر مساحة من أو جانب الموضيء أقل الجهاد يعني تنبؤات لأنه ما كانش خوضي في التنبؤات في هذا الجانب هو كان عنده تصورت أو تنبؤات اللي هي مزيانة ولكن في هذا الجانب ما معطهش ربما تحجي الوقت بأنه يتعمق فيه لأنه ما كانش الواقع يعيشه لو دا بعود ماك لو هنكتب على هذا الأمر نكتب أشياء أخرى التي تفيد بأنه يجب احتساب الإنسان كيفما كان ولا السياسات يجب دائما احتساب أنه الشيء الذي نستفيد منه أرى مش بالضرورة تدخل استفادة فضلة وما كانش فيها جوانب السلبيان دائما أي شيء عنده جانب إيجابي ننتفع وجانب سلبي يمكن أن نسقط فيه والذي كانت المقولة عميقة جدا الشيء إذا زاد على حد انقلب إلى ضد فا احتهد هذا ما يوقع على مستوى الشعب يجب أي شخص شاب مثلا عند 24 عام ويقول له أي حاجة في التاريخ المعاصر وماذا تعرفون وماذا يعرفوه لحدات الجارية يجب الأحدات الجارية يجب 6 أشهر الأخيرة ما يقع في العالم 6 أشهر الأخيرة هذه الأحدات الجارية تقول لي ما تلتقط منها ما تلتقط له لماذا ؟ أنه غارق في المعلومات كل يوم ونحن نعرف كل معلومات تمحي تمحي تتجري عليها فما عندوش الوقت وهذا تكلم علي كذلك علماء الاجتماع الإعلامي وتسموها بالترزيئية تقول العالم يعيش ما يسمي بالترزيئية وترزيئلة لا تؤدي إلى المعنى لا تؤدي إلى المعنى معنى أنه نلتقط الأجزاء وليس المعنى لا توجد في حين أنه إذا نريد أن نصل إلى المجتمع للمعلومات والمعرفة هذه المعرفة بنية على المعنى ليس على المعلومات تكون لديك المعلومات ولكن لا توجد المعرفة لأن المعرفة يرّبت لأن المعلومات لا تستخرج المعنى وليس نصل لهذا القادية تتأخذ وتصنط يوميا ولكن غضل يؤدي إلى الكتئاب جميلة كلمة ضياع فعلا تي يؤدي إلى الكتئاب وهو ضياع المعنى ضياع المعنى تتلتهم بزاف دين المعلومات ولكن لديك وقت تتخرج من المعنى وليس تتصاح لي وليس لدارنا وليس للمجتمع وليس لحي إلى آخر هذه المعاني لا تستخرج من اللي النبراس الذي يوضع ينطفع من طفع المعنى الحياة ديالك مكبقاش عند آنسوس أدى بغدين نمشل موضوع ثاني الإنسان ديال اليوم يقول لك يعيش واحد ضغط كأنه يعيش معلب يعني كأمنتوج معلب يصاب يغلقوه يقول لك يسبح في الفضاء وكان واحد ظاهرة أسسها واحد شاب مغربي أنه يملأ مسارح الجمهور بدون مغني وبدون ميصر يخلي الجمهور ولا يغني وجريبة كانت بسيطة جدا دارت نجاح أبهر العالم كله لذي هو الشاب أبو شار خلي المغاربة ومشتل ميصر دار هذه تجريبة دياله أي مواطن ديال اليوم في ديال ضيق والضغط ديال إنسان بالمعلومات الجزئية كما أسلفت دكتور عبدالوهاب السعادة كأنه يخدر حصص علاجية سيكولوجية يعني متعة فهنا نجي نربطها ونتكلم على عبدالوهاب الرامي المغني والسواهوروب الحمد لله على وجود هذا أنا أدندين أكتر مما أغني كنت أغني في السابق ولكن تلحن ما شاء الله عليك عندك ثقافة غنائية عربية مغربية لا طبعا عندي ثقافة مغربية أكيد عندي ثقافة مغربية رنم عندك دكتور خليه دكتور نشوفه الفنان عبدالوهاب من حيث دكالي آه الذي ترنم به هو مثلا ما اسمه بالإنشاد طبعا أنا شكونا ملهم ديلك في الموسيقى كتير شوف أنا طبعا ككل المغربي كنت في البداية الأغانية المغربية من أراحلة اللي كانت تسمى العصرية العصرية طبعا العبدالي بالخيات عبدالو عبدالكالي لأنه اسمه ارتبط باسمه طبعا أول قيط حفظت لي يمان إلا باشر اللي كانت مناسا باش تسميتانا بهذا الاسم وتدرجت من بعد مشيت الفريد الأطرش كانت تسمع لي هو القدوة كان عنده جمهور خاص خاص به هذه الجمهور الفريد أطرش كان مزاف لا تريد لماذا؟ لماذا تصنط لها بكائي باللفظة ديالها تقول لي هذا يعدد يعدد معناه أنه بحل النواح بحل العيالات التي كانت في المأتم يبدأ ينوحنا بحل هذا ولكن بحل هذا هو أخذ الموسيقى موسيقى محمد عبد ورقي هم يأخذ فريد الأطرش أقرب لنا على مستوى فمشيت فريد الأطرش تعلمت منه بزاف لأنه كنت حافظ لغيب قد يقضي كله بالقصيد فيه كل شي حافظه عيش أنت عيش أنت إلى آخرين رابيع رابيع عاد من ثاني عاد قليتها بزاف نكتب عوراق الشجر وكان بعض الأغاني اللي ما عارفين همش الناس وانا كنت عارفهم حد كنت تلقي بموسيقيين ودارسين الموسيقى وتغنيوا تنقول لهم كنت عارفوا اديني معاد وقابلني دي الفريد قد يقول لك لا تنقول لي مش حكاية يا حبيبي مش حكاية كانت رائعة جدا كذلك وزاف الأغاني ما تعود الوضع الصافي من لحن فريد الأترش على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله هذي كلها كنت حافظ من بعد ذلك تحولت إلى أم كل توم هذي ممكنش آن كونت الغلاب خصف مدارس الحن ولكن استقر استقر وجداني اللي تنحس بهم زيان هو فيروز فيروز انتقلت إلى فيروز وكان المستقر هو فيروز في الحقيقة طبعا لا يعني أنه متنبوش آخر موشحات أيضا صباح فخري كذلك حينما أعزف أغني له أنا أعزف فعلى العود أنا أعزف فعلى العود ولكن استعمل العود فقط التلحين نعم مقاش عندي وقت وركم مني كان بلحنا فيروز فيها بزاف دي الفيروزات فيروز الرحابينة فيروز زياد مش هي فيروز الرحابينة أيضا واحد من الملحنين أدون فيلموهبي للحلام جموعة والأغالي المعروفة وتنظنها بأن هذا الرحابينة وهي الفيلم الوهبي مواد تولاتي واللي كان جيد على مستوى الفيلم الرحابينة مسرحيات فوهي فيروز بش هي مزيانة غنت حتى الطربي نعم غنت الرومانسي رومانتيك الرومانسي غررت الطربي ولكن أنا لماذا تعجبني فيروز حين تقريبا أي قاسيدة فيها تترجع لطبيعة ظهري اللوز الجسر وادي شحرور كلها تلقى فيها الليل نسم علينا الهوى نسم علينا الهوى مفرق الوادي نعم ترجع يوما إلى حينا دائح الحي ضيعة تلقى فيروز تلقى فيها هذا تلقى فيها تربة ديال لبنان يعني كتحس الارتباط بالأرض فيها فيروز ضيعة وهذا مقويم رومانسي وهذا اللي تيج مني فيها تنقول زيما فيروز اللي أخذت الكلام دياله وقارنتي وقارنتي بكلام آخر اللي عندهم كلتم مع هذا الرباعيات الخيام وكذا تلقى بأنه بالنسبة لي أنا بالنسبة للضوق ديالي كالقى في فيروز الكلام الكلام ديالها رومانسي وشفيف وعميق كثير من الكثير ديال الكلام لأنه حسين بي بزاف بفعل الموسيقى ولكن لو قرأت الكلام ديال فيروز بدون موسيقى كيجيك الكلام فيه شاعرية تبقى سيد الموقف في أغاني فيروز والصوت دياله صوت هام لك تغني ولو بدون آلة كأنك تسمع واحد آلة خاصة بهاي آلة اسمها الصوت فيروز أخذ في الصباحات حنتم اللي تنسمع أعطيني الناية وأغني آتان بغين نقول يا هي أعطيني أتقصيدين بناي صوتك ها ها سايني ها هي وكاد غني أغاني اللي عند ارتباط كذلك بالكنيسة أمني سني الترانيم اللي كيكون داخل الكنيسة حل أخذي زهرت المدائن والنبي مصطفى خليج جبران فكتلقى بأنها عندها خلفية كنسية ديال الترانيم كنسية معنا أنه عندها توجه ديال الموسيقى الغربية وحتى هما الرحاب نا في تلحين الخلفية أو السجاد الموسيقي ديال الأغاني يرى في الزاكو غربي كتير دياله غربية فدرت هات التوليفة الترنيمات الهرمونية الغربية تبارك الله عليك عاربي أنه ليس لديك ثقافة بل كذلك تغني بشكل جيد كنت 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 نتلاقون غني ان شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أخبرنا نموذج من أغانيك ونقرأك شعراً باش تكون ختام رامي نختموه بعبلوها بالرامي هو الذي يمكن ستسمع صوتي في الترنيم أو في الغناء أو في شعرك باش نخدو فكرة على إلا سأخذ بعض ما يمكن إلا كانت القريحة تسعيف إلا راحتك حنا جالسين نشرب بقية ووص رغم عن الوقت هادي قصيدة حتى ما عندي شكتير قصائد في الهاتف ديالي فغير وانا جافت قلت ربما يطلب مني قرأة قصيدة باش نكون الصادقين لقيت هادي نعم ولكن تعبر عنك عندك وأكيد كل شعر ديالي يعبر عني هادي اسمتها قلب اشتكى وهي وجدانية طبعاً نعم قلب اشتكى من بعدها وتحرقا رام الوصال وإلى اللقاء تشوقا وبلهفة لهج اللسان بذكرها فاض الهوى من مهجتي متضفقة ولها من الأطياب ما لا ينتهي ما ذنب قلبي إنهوى وتعلقا ثغر بها ما شاء ربي آسر متنور إن صامتا أو ناطقا نظراتها تشفي العليل بحسنها وقوامها غصن به قد أورقا لهي المليحة جفنها متعسف شغل الفؤاد برمشه كم أرقا لما لم يقم ريم الفلاة بمسكني هجر الديار مباعدا ما أشفق فببعدها أدركت أن مهجتي مكلومة قد غادرت دار البقى لهو الجمال سيوفه بطارة ما مرة في قتله قد أخفق لم أنوي حبا جامعا ما بيننا فإذا بنا زوج تجلى عاشق ما بالها تدني القطوف بقربها وتقتل القلب ارتداها خافق صرقت فؤادي لست أدري ما جرى قل يا فؤادي كيف تهوى صارقة الله قل يا فؤادي كيف تهوى صارقة الله الله قلت نذكر بالمشاهدين بأن كم من أغنية لحنتها لمطلبين معروفين مثلا عمال ديلك مع بعض الفننا عبدو واحد عبدو واحد ديبان ديبان صوت جميل صوت أكثر من جميل مع الأسف أنه منقل أنه جئنا في عصر رداء ولكن الصوت لا في الواطئ ولا في العالي ولا في خامته ولا في عربه ولا في إحساسه ولا في فصحتي فصحتي وفي تعامل مع الإيقاع ومع الزمن الموسيقي أرى هو يجنح فوق الإيقاع تم التعتيبه شكرا لحنتي ليه لحنتي أيوة تيجاني الذي يسمى يسمى عندليب المغرب في المشرق سموه عندليب المغرب ومن القلائل اللي هما دازوا في في مصر في دار الأوبيرا في مصر باش دور في دار الأوبيرا في مصر يجيبوا أنتك غنات لي نبيلة معان هذا من من الشباب غنات لي واحد شاب كان سيكون لها كان سيكون لها مستقبلا مشرق كان سيكون لها مستقبلا مشرق وجميل مش حل من واحد عنده حبيب هذا بالزجل ولكن مشت وستقرت بتركيا وكان غنات لي سيدة أخرى سميتها بوشرا ما زالت شابا وكتغني كذلك أشياء جيدة وكان عندي مشروع مع اسم كبير جدا وده ما عندي مشاريع أخرى مع أسماء لأن أسماء من لبنان كذلك تكلم لبنان ولحنت لي مغنية وملحنة لبنائية ثلاثة الأغاني كلها قصائد إن شاء الله مشكل لبنان أنهم الآن في ضائقة وكتعب في المشكلة لبنان الآن مشكل اقتصادي مشكل اقتصادي بدرجة الأولى لأنها بغت تستطمر في هذا الأعمال بشكل كبير جدا بشكل أوبرالي كبير جدا من تبع أنه ارتباطا بالقصيد أو بالقصيدة الشعرية تمنى الله نشوفوها إن شاء الله تشادر تيفي نشكرك لكتور عبدالها بغت تيفي لأنها جلسة الممتعة طبعا أستاذ أنا مغنيتش مربما تكون فرصة أخرى للغناء إن شاء الله ولكن عندك شي مقطع شي أغنية مصورة نقدرون نبتها في آخر ممكن إن شاء الله نشوف نحاول إن شاء الله ليس وعدا قاطعا ولكن نحاول إن شاء الله نحاول نحلم نحلم وننتظر إن شاء الله شكرا نستيع على هذا الرفقة الحاملة المجموعة من المعاني المهمة وحطتنا في الصورة بشكل مؤثر علميا وتقافيا وسردنا مجموعة من المعطايا اللي ما كانش في البلدي نا نلتقى إن شاء الله الأسبوع القادم وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة